أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعاله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في نفي الزمان والمكان عن الله سبحانه وتعالى وقد عقد الكليني رضوان الله تعالى عليه بابا سماه باب الكون والمكان جمع فيه بعض الأحاديث الواصلة إلينا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في ذلك الحديث الرابع وأن رأس الجالوت وكان كبيرا من عظماء اليهود قال لأصحابه انطلقوا لنذهب إلى علي بن أبي طالب يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ونسأله عن مسألة وهي متى كان الله فجاء إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذا السؤال فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام بجواب كان هو هذا الحديث الرابع من باب الكون والمكان وقبل أن نبدأ بالسؤال والجواب لنذكر مقدمة مختصرة وهي أن العرب في الجزيرة العربية كانوا شبه منقطعين عن سائر الأديان كان هناك يهود في أطراف المدينة كان هناك نصارى في نجران وكان هناك بعض الذين يتبعون ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء كانوا أقلية وكانوا منقطعين عن سائر العرب في البحوث الاعتقادية ما كانوا يجادلونهم ولا يتباحثون معهم لأن المستوى الفكري عند الجاهليين كان مستوى ضحل فمن يعبد صنما من الواضح أنه لا يمتلك عقلية كبيرة وإنما عقليته عقلية متدنية جدا وأولئك اليهود أو النصارى كانوا في واد والجاهليون كانوا في واد آخر لكن بعد الإسلام وبعد أن حدث هناك استدام بين المسلمين وبين اليهود والنصارى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة وتشكيل أول حكومة إسلامية فيها بدأ اليهود والنصارى وخاصة اليهود بإثارة الأسئلة والشبهات والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر أصول هذه الشبهات مع أجوباتها ولذلك إذا دققنا وتدبرنا وتعملنا في الآيات الشريفة نجد أن كل شبهة طرحت في الماضي أو تطرح الآن أو يمكن أن تطرح تصدى القرآن إلى الجواب عنها هناك أجوبة كلية هذه الأجوبة الكلية تصلح لأن تكون جوابا لمجموعة من الشبهات ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر كلام أولئك والرد والنقض عليهم فلذا هذه الحالة من إثارة الشبهات بعد قيام الدولة الإسلامية على يد الرسول صلى الله عليه وآله كثرت وهذا الوضع استمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله فكان يأتي مجموعة من الكبار من النصارى من اليهود من غيرهم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ويسألون أسئلتهم وكان الخلفاء يحيلونهم إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فكان يجيب عن أسئلتهم انتصارا للإسلام بعض هؤلاء كانوا يأتون مستفهمين وبعضهم كانوا يأتون متعنتين المستفهم يجاب ولعله يحتدي كما أن هناك أحاديث كثيرة في احتداء مجموعة من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن غيرهم على يد أمير المؤمنين وعلى يد الأئمة حينما سألوا أسئلتهم وأجيبوا بأجوبة مقنعة وافية وكذلك هناك بعض الأشخاص كانوا يأتون متعنتين ليس غرضهم الاستفهام ومعرفة الحقيقة غرضهم الجدال بالباطل غرضهم إفحام المسلمين غرضهم إثارة الشبهات وتضعيف المسلمين هؤلاء أيضا يحتاجوا إلى جواب يعني هؤلاء شبهاتهم يجب أن يجاب عليها صحيح هو معاند متعنت ولكن أولا يحمل على الظاهر الظاهر أنه طرح سؤالا لأن المستفهم والمتعنت ظاهرهما واحد عادة فلذلك التمييز بين المتعنت والمستفهم قد يكون صعب أو متعذر على كثير من الناس فالقاعدة العامة الجواب عن كل سؤال فإن كان مستفهما ينتفع بذلك الجواب مضافا إلى أنه حتى إذا علمنا بأنه متعنت وأنه جاء للجدال الباطل لكن أن يطرح شبهة وهذه الشبهة يسمعها مجموعة من الناس قد تؤثر هذه الشبهة فيهم فلذلك الجواب حتى إذا لم ينفع هذا المتعنت لكنه ينفع الآخرين إلا إذا كرر كلامه بحيث أنه لم يكن للجواب فائدة فهذا الإنسان تركه أولى من إجابته ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يعني جردوا السلاح فأنتم جابهوهم بالسلاح ومن مصادقه أنهم عاندوا فهؤلاء قد لا يفيدهم الجواب المنطقي وإنما يحتاج إلى مجابهتهم بمجابهة فكرية عملية بحيث أنه لا يتمكنون من طرح شبهاتهم الضعيفة أو السخيفة بعد أن أجيبه عن تلك الشبهات فإذن الإسلام فسح المجال أمام طرح الأسئلة لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المؤمنين من الناس أن يؤمنوا بقناعه وإذا كان هناك من الناس من له شبه أو سؤال هذا لا يمكن أن ندخله في الإسلام طوعاً إلا بعد الإجابة عن سؤاله وحل مشكلته فلذا باب السؤال مفتوح لأن المحق لا يخشى من الشبهات لأن الشبهات داحظة الشبهات ضعيفة ويمكن لصاحب الحق أن يدحض هذه الشبهات فلماذا يخشى من النقاش من الجدال التي هي أحسن من البحث لا يخشى من ذلك نعم في بعض الأحيان أهل الباطل يمتلكون إعلام قوي ويمتلكون آلة دعاية قوية ويبدأون بطرح شبهاتهم أو بطلب المبارزة والجدال ولكن طريقتهم طريقتهم التهريج طريقتهم الفرار عن طرح النقاط الرئيسية وتغيير البحث إلى نقاط جانبية لا تغني ولا تسمن من جوع كما نشاهد في بعض المناظرات في بعض الفضائيات حيث يتخذون أسلوب التهريج إذا أنتوا شفتوا واحد يتخذ أسلوب التهريج فاعلموا أنه ليس له ولا يمتلك الحق ولذلك يضطر بأن يظهر نفسه بمظهر أهل الحق عبر التهريج وأيضا من النقاط التي يستعملها أهل الباطل هي محاولة تغيير الموضوع يعني عندما تبدأ في جدال معه لا يدعك تصل إلى نتيجة في النقطة يبحث في موضوع ثم يترك هذا الموضوع أبتر وينتقل إلى موضوع ثاني من غصن إلى غصن من غصن إلى غصن وبعد أن يستغرق البحث مثلا نصف ساعة ساعة ساعتين ثلاث ساعات العامة من الناس لا يعرفون المحق من المبطل لماذا؟ لأنه المبطل باستمرار غير الموضوع ولذلك إذا وجدته شخص يريد باستمرار يغير الموضوع فاعلموا أنه عادة ليس يمتلك من الحق شيئا ولذلك يحاول تغيير الموضوع باستمرار على كل حال صاحب الحق لا يخشى من الجدال ولا يخشى من المناظرة ولا يخشى من المباحثة لماذا؟ لأنه حق والحق يعلو ولا يعلى عليه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه المراد أن الإسلام بحجته يعلو على جميع الأديان حجة الإسلام هي حجة قوية قد يكون المسلم أو يكون المسلمون ضعفاء بحيث أنه يسيطر عليهم الأعداء عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا لكن الإسلام بما هو إسلام لا يمكن لأي مبدأ أن يتغلب عليه فكريا لماذا؟ لأن الإسلام هو الحق فلذلك سائر المبادئ إذا تطابقت في شيء مع الإسلام فلأن ذلك الأمر تطابق مع الإسلام يكون صحيحا لكن إذا اختلفت في أي مورد اختلفت مع الإسلام في نقطة فهي على باطل نعم قد يزينون هذا الباطل بقوتهم العسكرية أو الإعلامية أو السياسية أو بتنميق الكلمات وتزيين الشهوات ولكن يبقى الباطل باطلا ولا يتمكن هذا الباطل من أن يدحض الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ولكن لا يتمكنون من ذلك وحينما هاجر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة إلى الكوفة بسبب الظروف السياسية التي أحاطت بالمسلمين وبغي معاوية ابن أبي صفيان وجماعته انتقل أمير المؤمنين إلى الكوفة والكوفة ولو كانت مدينة حديثة التأسيس ولكنها كانت تقع في منطقة تكثر فيها الأديان المختلفة المجوس كانوا موجودين اليهود كانوا موجودين النصارى كانوا موجودين الصابع كانوا موجودين ولذلك وجود خليفة المسلمين في الكوفة كان فرصة لكثير من هؤلاء إما للتعرف على الحق وإما لمحاولة البغي والعناد والجدال بالباطل فكانوا يأتون إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه القضية بحيث أنه مثلا الرأس اليهود جاء عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تكررت مرات متعددة لأن أمير المؤمنين فترة تواجده في الكوفة قارب الخمس سنين وفي هذه الفترة أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان يلتقي بالناس ما كان محتجب عنهم وهؤلاء كانوا يأتون وفي مرات كثيرة يسألون وكثير من الأحيان الشبهات التي تطرح شبهات متقاربة المضمون كما نشاهد الآن نحن في كثير من الأحيان نسأل عن شبهة مرات متعددة وبصور مختلفة كذلك هذه الشبهة وأمثالها 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 طرحت على أمير المؤمنين وتكررت في قضايا مختلفة والكلين في هذا الباب ينقل أربع قضايا من القضايا التي كان هناك سؤال عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن الزمان والمكان لله سبحانه وتعالى وإجابة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لهذه الشبهة أو هذه الأسئلة والأسئلة متقاربة المضمون والأجوبة كذلك هي متقاربة المضمون لأن الشبهة هي واحدة ولكن بصور مختلفة والحق هو واحد هذا الحق قد يبين بطرق مختلفة بألفاظ مختلفة حسب استيعاب السامع وحسب ظروف الزمان والمكان والمستمعين وحسب قابلية السائل أو من معه في الحديث الرابع الكلين يروي رواية قال اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوت رأس الجالوت هذه عبارة كانت تستعمل بالنسبة إلى بعض كبار اليهود ولعل العبارة المستعملة الآن هي الحاخام لعله ترادف كلمة رأس الجالوت أن رأس الجالوت ليس اسما لهذا الشخص وإنما اسم منصبه اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوت فقالوا له أن هذا الرجل عالم لأن علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ظهر حينما جاء إلى الكوفر في المدينة كل أهل المدينة مسلمون ويعرفون أمير المؤمنين وما كان أحد يأتي ويسأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه كان مقصى سياسيا وفي كثير من الأحيان الإمام عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى ينبع وإلى مناطق أخرى ويشق العيون ويزرع ويغرس النخيل بدل أن يستفيدوا من علمه أقصوه لمعارب سياسية لكن حينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفر وهو الحاكم وكان يخطب على المنبر ويسأل في بعض الأحيان حسب بعض الروايات كان أمير المؤمنين ساعات طويلة يخطب على منبر الكوفر حتى في إحدى الروايات أن أمير المؤمنين بدأ بخطبة من طلوع الشمس إلى الزوال ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات ونهج البلاغة التي بأيدينا هو مختار من مجموعة من خطبه وكلماته ورسائله التي وصلت إلى الشريف الراضي أكثر تلك الخطب لم تصل ولم تحفظ ولكن القليل منها الذي وصل اختار منه الشريف الراضي مجموعة وهذه المجموعة جمعها في نهج البلاغة ولو كانت تحفظ جميع خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لعله كان عشرات الأضعاف من نهج البلاغة الحالية الموجودة بأيدينا فعلى كل حال فعلم أمير المؤمنين ظهر هو حاكم ويخطب ويسأل فيجيب ولذلك بعض اليهود تأثر كما هو واضح الحاكم العالم إذا يبث علمه هذا يؤثر في الناس ونحن نعلم أن في طول التاريخ هناك مجموعة من اليهود من النصارى من المجوس من أصحاب سائر الديانات أسلموا وليس إسلامهم كان لأجل مصلحة لأن الإسلام يحافظ على حقوق أهل الذمة وإنما بالتدريج أسلموا عن قناعة وأما المقولة أن الإسلام انتشر بالسيف فهذه مقولة كاذبة والدليل على ذلك وجود الأقليات الدينية في بلاد المسلمين من يوم الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا اليهود والنصارى كانوا موجودين ولا زالوا في بلاد المسلمين ولو كان هناك الجابر للناس على الدخول في الإسلام لما بقي أحد من اليهود والنصارى كما في إسبانيا الأندلس بعد أن سيطر النصارى عليها أنهوا تواجد المسلمين واليهود طردوا المسلمين واليهود وقتلوا الكثير منهم ولذلك قبل هذه الأزمنة الأخيرة التي حاجر المسلمون مرة أخرى إلى إسبانيا لم يكن هناك لا مسلم واحد ولا يهودي واحد لماذا؟ لأن النصارى في محاكم التفتيش خيروهم بين الانتقال إلى النصرانية أو القتل أو الإبعاد فوجود هذه الأقليات في بلدان المسلمين من اليوم الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا دليل على أن الإسلام لم يجبر أحدا أن المسلمين لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام بل كانت بلاد المسلمين مأوى لكثير من الأقليات الدينية المضطهدة في بلدانها كانوا يهاجرون إلى بلدان المسلمين لأنهم يجدون الأمان في هذه البلدان فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمه انتشر وبعض اليهود تأثروا بذلك لأن اليهود أيضا بشر وليس كلهم معاندون صحيح حالة العناد وحالة العنصرية هذه منتشر فيهم ولعل الأغلب يكونون على هذه الحالة ولكن يوجد هناك ناس منصفون عبد الله ابن سلام من يهود المدينة وأسلم وحسب ما في بعض التفاسير وردت آيات في مدحه فسرت بأنها بأنه شأن نزول تلك الآيات وكذلك في طول التاريخ هناك بعض اليهود أسلموا صحيح ليس إسلامهم حالة عامة لكن كان فيهم الإسلام موجود فهؤلاء اليهود اجتمعوا عند رأس الجالوت إما مستنجدين به أو أنه كان الغرض منه أن يذهب ويناظر أمير المؤمنين فيتغلب عليه فهم يبقون على يهوديتهم متمسكين بها اجتمعت اليهود إلى رأس الجالوت فقالوا له إن هذا الرجل عالم يعني أمير المؤمنين يعنون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عالم زين إما متأثرين به فلنذهب وأنت اللي كبيرنا ناظره حتى إذا تغلبت عليه أطمأننا على أننا على حق وأن ضعافنا الذين تأثروا به بسبب هذه المناظرة يبقون على عقيدتهم فانطلق بنا إليه نسأله نروح نسأله أسئلة ولكن أسئلة ليست من الأسئلة السهلة أسئلة من الأسئلة الصعبة التي لا يعرف جوابها إلا رجل في قمة العلم أو هو مرتبط بالسماء جاءوا هؤلاء عند أمير المؤمنين وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كرسول الله استقبلهم لماذا نخشى من أسئلتهم اللي يخشى إما المبطل وإما الذي لا علم له يعني بعض الأحيان الإنسان هو على حق لكن هو جاهل يعتقد بمطلب حق ولكن لا يتمكن من إثبات ذلك المطلب الحق لجهله زين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لماذا لا يستقبل هؤلاء هل يخشى منهم كلهم على باطل وهو على حق وهو عالم علمني رسول الله ألف حرف يفتح من كل حرف ألف باب أو ألف ألف باب اختلاف ألف الحديث ولعله أمير المؤمنين قاله مرات متعددة علمني رسول الله ألف باب يفتح من كل باب ألف باب وفي بعض الأحاديث ويفتح من كل باب ألف ألف باب هو باب مدينة علم الرسول فلماذا يخشى منهم فسح المجال لهم فانتظروه حتى خرج لعله أمير المؤمنين كان في المسجد ولا يجوز دخول اليهود ولا النصارى بالعامة الكفار إلى المساجد لعله في البداية كان يجوز دخولهم ولكن في الأواخر من البعثة النبوية الشريف نزل الحكم بعدم جواز دخول غير المسلمين إلى المساجد فيوجد أماكن هذه الأماكن أماكن عامة في الساحة في أماكن أخرى يمكن البحث والجدال معهم لأن المسجد جعل لعبادة الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا في بداية الأمر لم يكن المسلمون يمتلكون أماكن كانوا ضعاف فكان يسمح لدقول غير المسلمين إلى مسجد الرسول في المدينة المنورة وكانوا يأتون ويناظرون ولكن حينما عم الإسلام وقوي المسلمون وكثرت الأماكن المسجد جعل مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى وليس مكان لإثارة الشبهات ضد الإسلام وضد الله سبحانه وتعالى عندك سؤال عندك مناظرة عندك كلام يمكن في خارج المسجد هناك تطرح والأماكن كثيرة ولا خصوصية لمكان دون مكان أو كان أمير المؤمنين في داره في الدار التي كان يسكنها طبعا أمير المؤمنين عندما جاء للكوفة لم يتخذ دارا له وإنما كان يسكن في دار الإمارة وأنتم ألان إذا ذهبتم إلى الكوفة تجدون منزل أمير المؤمنين هو بجوار مسجد الكوفة هو في الواقع ليس بيتا لأمير المؤمنين وإنما كان دار الإمارة فزاوية من هذا المكان خصه أمير المؤمنين لعائلته لم يكن يمتلك دارا في الكوفة كان يريد أن يكون باستمرار مشرفا على أوضاع المسلمين إذن خرج أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام فسأل الإمام عليه الصلاة والسلام جئناك نسألك فقال سل يا يهودي عما بدى لك أي شيء تريد اسأل فلله الحجة البالغة الله سبحانه وتعالى بيّن الحق وحجته بالغة فلذا لا خشية من أسئلتكم بدأ السؤال هكذا أسألك عن ربك متى كان طبعا ما قال أسألك عن ربنا أو أسألك عن الرب أسألك عن ربك هكذا متى كان لأن الرب الذي يعبده والموحدون هو غير الرب الذي يعبده اليهود والنصارى وحتى المجسم من المسلمين يعبدون ربا صنعوه بأوهامهم هؤلاء لا يعبدون الله سبحانه وتعالى يعني الكائن الذي له يد وله رجل وله عين بمعناها الحقيقي ويجلس هذا ليس هو الله سبحانه وتعالى هذا صنم صنعوه بأذهانهم فعبدوه وتصوروه هو رب العالمين ولذلك حينما نقول إن بعض المسلمين في يوم القيامة يحشرون مع الكفار ويحشرون كافرين وكما يقول الرسول صلى الله عليه وآله أنه 72 فرقة من أمته تدخل في جهنم والفرقة الناجية هي واحدة السبب في ذلك أن هؤلاء المسلمين هم في الوقع كفار نعم لأنهم يتشهدون الشهادتين الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بحكم المسلمين في دار الدنيا لكن في الآخرة يحشر مع الكفار لماذا لأنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى وإنما يعبد صنما صنعه بوهمه الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسم الله سبحانه وتعالى منزه عن الحد الله سبحانه وتعالى منزه عن الجلوس ليس كمثله شيء فلذلك الرب الذي يعبده اليهود هو الرب الذي له فخذ ينزل إلى السماء الدنيا ويتصارع مع يعقوب وحينما يريد أن يصعد إلى السماء لا يتمكن لأن يعقوب قد أخذ بفخذه ولم يدعه للرجوع إلى السماء ويقول له لا أدعك تذهب إلى السماء إلا وأن تباركني يعني أن تعطيني النبوة فهذا الرب المزعوم يضطر أن يجعل يعقوب نبيا حتى يتخلص منه ويصعد إلى السماء هذا الرب الذي يعبده اليهود ليس هو الرب الذي يعبده المسلمون الرب الذي في التوراة يصوره أنه لا يدري أين يقع آدم في الجنة فآدم مختفي بالجنة والرب لا يعلم مكان آدم الرب الجاهل ليس هو الرب الذي يعبده المسلمون إذن سؤاله أسألك عن ربك لأنه كان يعلم بأن الرب الذي يعبده المسلمون هو الله سبحانه وتعالى ليس هو الرب الذي يعبده اليهود حتى إذا كان التسمية واحدة لكن الحقيقة ليست هي واحدة أسألك عن ربك متى كان مش وقت هذا الرب تكون مش وقت وجد متى تحقق معنى ذلك هذا السؤال كما ذكرنا في الحلقة الماضية هو في الحقيقة فيه خطأ منهجي لأنه يسأل عن الشيء الذي لم يكن ثم كان نسأل متى كان لكن الشيء الذي لا بداية له لا يسأل متى كان وهنا الإمام عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السائل اليهودي ابتداء ينفي عن الله كل شيء يوجب كونه في المكان يوجب كونه في الزمان أي شيء يوجب كون الله في الزمان أمير المؤمنين ينفيه عن الله سبحانه وتعالى فإذن النتيجة هو أن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان مطلقة يقول الإمام عليه الصلاة والسلام فقال في جوابه كان بلا كينونة المراد من الكينونة يعني الوجود الحادث الله سبحانه وتعالى ليس وجوده حادثا بمعنى أنه لم يكن ثم كان إذا لم يكن ثم كان تسأل متى وجد متى كان ولكنه ليس حادثا بل هو أزلي قديم لا بداية له فإذن السؤال عن متى كان سؤال خاطئ بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كان بلا كيف الله سبحانه وتعالى ليست صفاته زائدة عن ذاته على ذاته وهذا نافي أمر يرتبط بالزمانيات لأن الزمانيات هي الأجسام والأجسام صفاتها غير ذاتها حياتها غير ذاتها لذات تكون ميتة ثم تصبح حية ثم تموت مرة أخرى الله سبحانه وتعالى ليس له هذه الصفة الموجودة في الزمانيات ليست صفاته الذاتية تغير ذاته إذا يقول كان بلا كيف هذا ثانية ثالثا كان لم يزل بلا كم ولا كيف وبلا كيف هذا الأمر الثالث الله سبحانه وتعالى ليس له كم الكم هو المقدار سواء الطول أو العرض مقدار طول الشيء مقدار عرض الشيء الله سبحانه وتعالى ليس له طول وعرض لماذا؟ لأن الطول والعرض والحاجم والارتفاع هذه صفة الأجسام والله سبحانه وتعالى ليس جسما فلذلك هذا الأمر الثالث كان لم يزل بلا كم وبلا كيف مراد في الكيف هنا يعني الصفات النفسانية هذه الأمور الكم سواء الكم المتصل أو الكم المنفصل وكذلك الكيفيات النفسانية هذه مرتبطة بالأجسام والأجسام زمانية الله سبحانه وتعالى ليس له كم ولا له كيف نفساني كما أنه لم يكن له صفات زائدة على ذاته كما أن وجوده لم يكن حادثا فكل الأشياء المرتبطة بالزمانيات الله سبحانه وتعالى منزه عنها فلذلك لا يكون في الزمان لذلك الإمام يؤكد يقول كان ليس له قبل كل شيء من المخلوقات له قبل يعني أنا وأنت لم نكن وكانت هناك أشياء يعني أنا وأنت ولدنا قبل أن نولد هل كان هناك أشياء نعم السماء والأرض وكثير من البشر الماضين هؤلاء كانوا قبلنا آدم عليه الصلاة والسلام وجد وكان قبله شيء الملائكة وموجودات أخرى والسماء والأرض وهكذا وهذا الوجود بأجمعه وجد وكان قبله شيء هو الله سبحانه وتعالى ولكن هل الله سبحانه وتعالى وجد وكان قبله شيء كلا لأن الله لم يوجد من العدم بمعنى أنه لا يمكن فرض أن وجود الله حادث بحيث أن يكون قبله شيء ولو العدم نقول العدم سبقه كلا الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالعدم لذا الإمام يؤكد يقول هو قبل القبل بلا قبل يعني أي شيء له قبل الله سبحانه وتعالى قبله هو الأول قبل القبل يعني أي شيء أول موجود خلق الماء أول موجود خلق كما في بعض الروايات أو أرواح الرسول والأئمة أول شيء خلق أو العرش أول شيء خلق قبل أن يخلق هذا الشيء الأول الله سبحانه وتعالى كان قبله لذا يقول كان قبل القبل بلا قبل يعني من غير أن يكون لله سبحانه وتعالى قبل قبل الله وجود آخر كان كلا قبل الله كان عدم يعني بحيث أن الله مسبوق بالعدم كلا فسؤالك متى كان الله؟ سؤال خاطئ لأن الله سبحانه وتعالى منزح عن الجسمية ومنزح عن صفات الأجسام وكل شيء داخل في الزمان الله سبحانه وتعالى منزح عنه وعن صفاته فلذلك ليس هو في الزمان والإمام بعد ذلك يكمل يقول هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية ولا منتهى كل وجود له منتهى كل وجود له غاية الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض هل خلقها عبثا؟ كلا ذلك ظن الذين كفروا الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا؟ سبحانك أنت منزح عن العبث فكل موجود خلق لغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل موجود له غاية وله هدف الله سبحانه وتعالى له هدف يعني وجد لأجل شيء كلا لأن وجوده ضروري فلا غاية له الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية خلق السماوات لغاية خلق الأرض لغاية كل مخلوق لم يخلق عبثا وإنما خلق لأجل شيء الله سبحانه وتعالى لم يكن معدوما فوجد لكي نسأل لماذا وجد أنت عندما تشوف السماء والأرض والموجودات تسأل لماذا خلقت تحصل الجواب خلقت لأجل كذا وإذا ما حصلت الجواب تعلم بأن الخالق حكيم خلقه لجهة لا تعلمها هذا الشيء اللي لم يكن موجودا فكان أما الشيء الضروري الوجود أو حسب تعبيرهم واجب الوجود هذا وجود ضروري لم يوجد لأجل هدف لأن وجوده ليس له بداية فليس له غاية وكذلك لا منتهى هو الآخر جميع الأشياء تنتهي ذكرنا في الجلسة الماضية أن الله سبحانه وتعالى يعدم كل الأشياء ثم يوجدها قبل يوم القيامة مرة أخرى يعني يوجدها في يوم القيامة مرة أخرى هل وجود الله سبحانه وتعالى ينتهي؟ الجواب كلا هو الآخر لا نهاية لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لذلك الإمام يقول هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية ولا منتهى إذن لا يوجد في الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الزمانيات ليس وجوده حادث حتى نسأل متى وجد ليست له صفات زائدة على الذات حتى يكون جسما والجسم له بداية ليس له كم ولا كيف نفساني حتى يكون جسما حتى يكون في الزمان ليس يسبقه شيء من الوجود أو العدم حتى تسأل أنه حينما وجد متى كان ذاك ولا ينتهي حتى تسأل أنه متى ينتهي إذا انتهى وجوده فإذن له بداية فحينما نفى أمير الممين عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات الموجودة في الزمانيات يثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان إذا لم يكن في الزمان فمتى كان سؤال عن الزمان فيكون سؤال غير صحيح لذلك الإمام ينهي كلامه ويقول إن قطعت عنه الغاية يعني النهاية غير موجودة في الله سبحانه وتعالى الهدف من الوجود هذا لا يصح بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا وصلت إلى الله تعلم أنه النهاية تنتهي لا نهاية له وجوده مستمر أبد الآبدين ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر كلام دقيق وهو غاية كل غاية يعني جميع الأشياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون وفي آية أخرى وأن إلى ربك المنتهى في آية ثالثة كل إلينا راجعون كل شيء يرجع إلى حساب الله سبحانه وتعالى إلى ثوابه إلى عقابه وحتى غير الإنسان حتى غير الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا لوحوش حشرت إذن الله سبحانه وتعالى غاية كل غاية بمعنى أنه إليه المنتهى لكن هو غاية الجواب كالله له غاية الجواب كالله هذا الكلام كلام عميق جدا لا يمكن أن يصدر إلا من السماء بمعنى أن هذا الكلام نزل على نبي ومن نبي انتقل إلى وصي رأس الجالوت كان عالما كان يعرف هذه الكلمات ومعناها ولذلك صعق فقال رأس الجالوت امضوا بنا قلنا نروح بسرعة قبل ما يتأثر أصحابنا بكلامه فهو أعلم مما يقال فيه يقولون له علم لكن أنا اكتشفت أنه أعلم من قولهم لأن كثير من المسلمين ينظرون إلى بعض الظواهر ويقولون بعض الكلمات لكن الحقائق أعمق من كلامهم يقولون أن علي بن أبي طالب هو أعلم الصحابة يتصورون أنه مثلا أعلم الصحابة أن الصحابة إذا يعلمون بعض المسائل أمير المؤمنين يعلم أكثر منهم وهم لا يلتفتون إلى أن أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام علمه رسول الله مليون باب من العلم علمه ما كان وما يكون وما هو كائن ولذلك يعرف بالأمور بتعليم من الرسول والرسول علمه الله سبحانه وتعالى فهو أعلم مما يقال فيه لكن كثير من الناس على قلوبهم أكنه هؤلاء أغلقوا فهمهم أغلقوا سمعهم أغلقوا بصرهم فلا يعرفون الحق وإذا عرفوه يجحدوه وهم المتضررون وإلا إن الله سبحانه وتعالى وأولياؤه لا يتضررون بخذلان الناس لأولياء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على النهج الصحيح الذي بينه الرسول وآله وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام وأن يتقبل منا أعمالنا ويوفقنا للطاعات هذا هو آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة